السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اذا كنت تريد ان تعرف هل انت من المتقين ام لا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وضع لنا الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذه المعايير من علامات المتقين عندهم الخوف من الجليل هل تخاف من الله اذا كنت بينك وبين نفسك تقول الله ناظر الي الله مطلع علي اخاف ان امد يدي الى الحرام اخاف ان تمتد عيني الى الحرام واذا وقع سرعان ما اندم واتوب واستغفر هذا خوف من الجليل والعمل بالتنزيل دائما تسأل في اي مسألة عرضت لك تقول ماذا قال الله ماذا قال رسول الله هذا العمل بالتنزيل ليس كمن يريد ان يضرب بالشريعة عرض الحائط ويقول باسم الحداثة وباسم الديمقراطية وباسم حقوق الانسان وباسم حرية الفردية نغير هذه الشريعة الصماء العمياء التي كانت ايام زمان صالحة لكنها غير صالحة لزماننا هذا كلام خطير هذا يتناقض مع التقوى فالتقوى ان تقول الرضا بالتنزيل العمل بالتنزيل دائما كلام الله تعالى وكلام رسوله يتناقض مع التقوى صلى الله عليه وسلم لا يحتويه زمان ولا مكان هو فوق الزمان والمكان صالح لكل زمان ولكل مكان موافق لكل الاعصر والاقوام بعضهم قد يتشدق بان الحداثة والمعاصرة والديمقراطية وغيرها من المفاهيم الواردة من العالم الغربي لها بريق خادع به يريد ان يتجاوز الشريعة كلا الشريعة والقرآن الكريم والسنة المطهرة هي توابت كالشمس والقمر ممكن ان تزول الشمس ويزول القمر لكن الشريعة الربانية النورانية ستبقى متواصلة فالمتقين هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل اذا كنت تريد ان تكون متقيا ارضى بالقليل المؤمن دائما راضي المؤمن لا تجده يتسخط لا يجعل بركة القليل فيه بركة ولجل كثير فيه بركات كثيرة المؤمن لا تجده يتسخط عن واقعه لا يتسخط عن وضعه عن حاله عن شكله عن اسرته عن مجتمعه عن وطنه راضي الحمد لله الله يجعل بركة وان شاء الله الخير الى الامام دائما متفائل من علامات المتقين انه مبتسم اذا اردت ان تعرف نفسك هل انت من المتقين ام لا انظر الى نفسك في المرآة على بغتا ان وجدت نفسك مبتسما فانت من الراضين واذا وجدت نفسك دائما وجوك مقفهر ودائما قلقا دجرا فانت غير راضي من علامات المتقين الرضا بالقليل ثم من علامتهم الاستعداد ليوم الرحيل تجد المؤمن الصالح دائما يقول غدا سوف نلقى الاحبه نلقى محمدا وصحبه اذا جاءت الموت يا مرحبا بها يكفينا شرفا ان في الموت ننتقل من دار الفناء الى دار البقاء ونرى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرى الصحابة الكرام من الانصار والمهاجرين ونلتقي مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون اولئك رفيقا مستعد للقاء الله تعالى لذا كان بعض الصالحين من شدة استعدادهم للرحيل تجدوا دائما يحبلوا سبحا في يده لكي يقول لمن حوله اياكم ان تشغلوا بالي بكالعكم في الدنيا ويسبح لله ويحمي العكاز رغم ان ركبه لازلت سليمة العكاز يضرب به الارض يقول يا ارض افتحي ابوابك اني قادم ومنهم من يضع عمامة على رأسه والعمامة قطعة كفا ليست عمامة فاخرة من النوع الرفيع بل هي قطعة كفا على رأسه وكأنه يقول يذكر نفسه بلقاء الله هذه من علامة المتقيم ما جزاؤهم قال ربنا عز وجل وان للمتقين لحسن مآب المآب يعني المآل اليوم نقضي باش مقسم الله تعالى لكن فقه المآل المآل بعد السنين ما الذي سوف يقع المنكر للبعث لا يفكرون في المآل المنكر للبعث يفكروا اللحظة يعيش حرا طليقا يأكل يشرب يتنعم يفعل الحرام يأتي الزنا والفواحش يعيش اللحظة متعة لكنه اذا فكر في المآل في المآب بعد الموت ماذا هناك يقول لك اسمت لا تذكرني بالمآل انا يكفيني اللحظة لكن ربنا عز وجل يقول ان الزمن يصير الفلك يدور والسويع بالدالة وان للمتقين لا حسن مآب مآلهم طيب حسن ما هو مآبهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب الله الله كل الهم الذي في الدنيا سوف ينقضي لي عنده ازمة مالية لي عنده ازمة سكن لي عنده ازمة علاج لي عنده ازمة توظيف لي عنده ازمة في المحكمة في الطلاق او في الزواج او في الحضانة او في النفقة لي عنده شيكات بدون رصيد لي عنده اي هم من الهموم كل هذا سوف ينتهي في لحظة حينما تطع بقدمك باب الجنة لك مدى جنات عدن يعني جنات عدن هي في مقام رفيع كلها بالورود والازهار والنخيل والثمور انها مغطات ان الشمس لا تكاد تصل الى الى اليها حارة الا لطيفة جميلة مهذبة جنات عدن مفتحة له الابواب الله ربنا يفتح الابواب على مصرعيها الجنة ايها الاحباب الكرام تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها تقول يا رب اقم الساعة يا رب اقم الساعة ان عبادك المتقين هم هم زواري وهم ملاك ارضي اسرع يا ربنا بهم اسرع بالساعة واجعلهم يأتون الي مفتحة الابواب يعني كأنها فتح يديها للعناق مفتحة لهم الابواب ابواب الجنة ثمانية وكل باب كما بين السماء والارض متكئين فيها يدعون فيها بثاكهة كثيرة وشراب يعني ربنا عز وجل في الجنة ما في تعب ما في شغل انتهى الشغل انتهى النصب انتهى الالم في الجنة هناك ارائك ارائك تتكئ فوقها بحل ما كيش مالك ورئيس ومرؤوس الكل سواسية بل اكثر من هذا كلما زاد الاجر والثواب وجد الصبر على البلاء زاد المقام متكئين فيها يدعون بها بثاكهة كثيرة وشراب طعام دلهم اكثر طعام اهل الجنة فاكهة فاكهة عظيمة رمان وموز ونخل وفاكهة متنوعة اشكال والوان وشراب حتى الشراب الشراب انهار من ماء غير اسن الماء ينزل من غير نبع وانهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن طازج من غير ضرع وانهار من خمر لدد الشاربين من غير قارورة الخمر ينزل وانهار من عسل مصفى من غير نحلم يأتي الانهار من العسل خير كثير هذا شراب والجنة فاكهة كثيرة وشراب تصور معي ان تجارس على الاريكة وعندك موائد من الفواكه اشكال والوان ذكر ربنا بعضها ذكر الرمان ذكر التين ذكر غيرها ولكنه اجمل من ذلك وشراب حتى الخمر المحرم في الدنيا ربنا يجعلها طيبة في الاخرة لكن خمر غير خبيتة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون خمر معتق حلال بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف اتراب الله فوق كل هذا زوجات صالحات هذا معنى قاصرة الطرف ان كل واحد من المؤمنين يزوجه الله تعالى ما يشاء من الحور العين جاء في بعض الرواية الحديثية ان الرجل تزوج التمانين امرأة في اليوم فقال احدهم يا ربنا ان لنا قوة تمانين امرأة في اليوم فقال ان الشراب والطعام للأهل الجنة يعطي قوة زائدة للرجل فيتزوج في اليوم الواحد تمانين من النساء والمرأة كل صباح تصير بكرا من جديد وكأنها تبدأ حياة جديدة لكن نساء اهل الجنة ليس كنساء الدنيا ففي صفات كثيرة سنذكرها ان شاء الله بتفصيل هنا القرآن الكريم يركز وعندهم قاصرة الطرف ان الزوجة التي صالحة في الدنيا لا تنظر الى غيرك هنا في الدنيا يا من اسمع ازواج يشتكون تمشين المحكامة هدقان يصبح طلق كثيرة من أسبابها الخيانة الزوجية رجل يقول اكتشفت زوجتي عندها كونت في الفيسبوك وكتكلم مع رجال ودير صورة وهنية بانها شاب صغيرة 18 سنة وكتدير خيانة منهم من يقول عترت على هاتفها النقال وجدت عندها صور غرامية ورسائل عاطفية مع اشخاص متعددين الخيانة الزوجية صارت موضة في عصرنا هذا خصوصا ما يسمى بالخيانة الالكترونية وهناك عدد كابين الازواج محبطين بلا عدد محبطين بسبب هذه الخيانة وكت ايام زمان موجود الخيانة وقعت لزوجة نوح عليه السلام وزوجة نوط عليه السلام وتقع الى قيام الساعة لكن نساء اهل الجنة ما فيهمش ولو ذرت خيانة حتى النظرة ما فيهمش وعندهم قاصرة الطرف يعني ان عينهن قاصرة على الزوج فقط لا تنظروا الى غيره من الرجال ولو اعجبهن حسنهم قاصرة طرف اتراب يعني في سن واحدة اتراب يعني النساء كلهم كما ذكر الحديث نبوي الشريف في السن 17-18 سنة هذا هو العمر للنساء للأهل الجنة لا يكبرون مع مرور الزمن يزددن شبابا النساء في الدنيا مع مرور الزمن يزددن هرما وشيبا وضعفا لكن نساء الجنة مع مرور الزمن يزددن شبابا اتراب معنهن في سن واحدة وعندهن قاصرة طرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ربنا يقول هذا وعد هذا وعد من عند الله ليوم الحساب متى سوف يأتي يوم الحساب غدا إذا مات ابن آدم قامت قيامته الإنسان إذا مات كم يقضي في القبر قد يقضي في القبر مئات سنين لكنه في الأصل لا يقضي إلى ليلة واحدة فقط أصعب ليلة عند الميت ليلة وفاته فقط كيشعر بأنه انتقل من دار إلى دار من عالم إلى عالم لكن بعد ذلك يتوقف الزمن الزمن يتوقف بالنسبة إليه ستوب فتأتي يوم القيامة والحساب فيظن أنه بالأمس بالبارحة انتقل من داره إلى القبر لا يقول ملايين السنين فهو قريب فمن مات قامت قيامته هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن العبد قامت قيامته هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ الله رزق الله ما عنده من نفاذ البشر مهما وضع رزقا قد ينفذ الناس يشتكون أزمات اقتصادية ندرة في المنتوج قلة في الفلاحة ما فيش ما فيش أمطار ما فيش زراعة ما فيش كلا ما فيش كدا الناس يشتكون ويدخرون ويدخرون ويضعون مخططات خباسية وسباعية من أجل الجمع المحصول وادخاره ثم استهلاكه ثم إعداد استثماره من جديد أن نسوا متعبين بالرزق لكن في الآخرة انتهى ما في تعب للرزق لأن خير ترى مولانا كثيرا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء لا ينفذ أبدا نسدب الأكيق مخلوعين مع الصراع الأمريكي الإيراني والجدال القائم بين الدولتين يخافون أن تنشب حرب عالمية ثالثة وإذا نشأت أول من سوف يضرب هو الطاقة البيترولية وبالتالي ستنفذ هذه الطاقة ويتوقفت توقفت حركة المرور وبالتالي سوف يغلى كل شيء المنتوجات والخضروات واللحوم والخدمات كل شيء سوف يغلى الناس يخافون من نفاذ الطاقة البيترولية ويبحثون عن البديل الطاقة الشمسية طاقة كهرومة ناتسية أو غيرها لكن ربنا عز وجل قلنا كما في الدنيا في بدائل الآخرة ما فيش بدائل الآخرة في كل شيء هذا رزقنا هذا لا لا رزقنا بالتأكيد لا رزقنا ما له من نفاذ ما عند الله لا ينفذ وما عندكم ينفذ ما عندكم مدة صلاحية قصيرة وينتهي لكن ما عند الله باق بعد أن تتحدث ربنا عز وجل عن هذا المشهد مشهد المتقين في الجنة والنعيم ينتقل كاميرا القرآن تنتقل إلى عالم النار والعياد بالله القوم الآخرين هذا أهل اليمين الآن تكلمنا أهل الشمال تكلم عن أهل الإيمان الآن تكلم عن أهل الباطل والكفر والطغيان فيقول ربنا عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب حينما تحدث ربنا عن المتقين ماذا قال قال عن المتقين إن للمتقين لا حسن مآب المتقين لا حسن مآب الطاغين لشر مآب والعياد بالله يعني الشر ما عند الطاغين والمشركين والكفار والموحدين والمجياد المخالفين الشر ينتظروا في المستقبل اليوم عيش مزيان اليوم عنده حرية عنده قانون يحميه عنده إرادة كاملة يفعل ما يشاء يقول ما يشاء ممكن أنه يخلق قنوات فضائية يسب فيها الدين ممكن ينشئ لوبيات ومن خلالها يضغط على المجالس التشريعية ويغير القوانين ضدا في الشريعة ويفعل ما يشاء وحر لكن كل ذلك وقت وجيز سوف ينتهي فيجد نفسه بأنه سيرحل رغم أن الله تعالى يرسل له كل مرة رسل لكي يذكرونه ما هي رسل الله هي الشيب التجاعيد ضعف البصر الهرم المرض إننا نقبر كل يوم نقبر نزد إلى الأمام نقترب من النهاية كل يوم لكن الإنسان لا ينتبه حتى يجي نفسه قد واجه الموت وبعد الموت هناك الحساب وإن للطاغين لشر مآب جهنما يصلونها فبيس المهاد أعوذ بالله المتقين ربنا قال لهم جنات عدن لكن الطاغين قال لهم جهنم يصلونها فلا بيس المهاد يصلونها يعني صولية بمعنى أن جلدهم يصلب الجلد يحترق حتى يبقى العضم والعصب أما اللحم والجلد فيحترق ثم ينشأ من جديد صولية جهنما يصلونها فبيس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغصاق يا رب السلامة تتكلمنا على الماء بل تتكلم ربي على الشراب للأهل الجنة قال فواكه فاكهة كثيرة وشراب يعني الشراب هو أهل الجنة هو عصير فواكه طازج من الجنة لكن شراب أهل أهل جهنم والعياد بالله قال فليدوقوه حميم وغصاق يعني الماء حامي ساخن جدا يحرق إذا شربوه يحرق الحلق ويغرق الأمعاء حميما وغصاق يعني بارد بارد متجمد إذا شربته تشعر بغصة في معيدتك والعياد بالله متناقضين الجهنم جمعت بين المتناقضين فليدوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج يعني أشكال أخرى من العذاب ربنا ما تكرها هو حتى لا يفزعنا هناك هناك أشياء أخرى هناك الزمهرير هناك الأشياء أخرى غريبة ربنا من رحمته الوسعة لم يذكر هنا وآخر من شكله أزواج ثم يقول كيف أن الناس يدخل إلى النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار خزنة جهنم يقفون على الباب فيرون أفواج تدخل أفواج من المشركين ومن الملحدين ومن الكافرين ومن المجادلين ومن الذين يطعنون في الدين أفواج كل فوج له رتبة يقول يدخل عليكم الآن المشركون يدخل عليكم الآن الكافرون يدخل عليكم الآن الملحدون المقاتلون أشكال أفواج كل فوج عنده رتبة هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم ماذا تقول خزنة جهنم يقول لا مرحبا بكم ادخلوها صولية لا مرحبا بكم لا يرحبون بهم في حين أن أهل الجنة تتلقاهم الملائكة يقول ادخلوها بسلام آمنين فيفرشون لهم الأجنحة ويدخلوا فوق أجنحة الملائكة أما هؤلاء فالخزنة الجهنم يقول لهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار بعضهم لبعض الأفواج فوج يلعنوا فوجا كلما دخلت أم ملعت أختها بعضهم يلعنوا بعضا يقول انتم ما اللي غريتون انتم كانت عندكم قناوات فضائية وكانت عندكم إداعات وعندكم صحف وعندكم ندوات وعندكم مؤتمرات أعطيتنا أفكار خاطئة أفكار تنكر وجود الله أفكار تطعن في الدين أفكار تمس بسمعة المؤمنين فاتبعناكم ها نحن الآن قد حصلنا أن نحن في ورطة الآن فيقول بل أنتم لا مرحبا بكم بعضهم يسبوا بعضا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أنتم السبب أغويتمونا بكلامكم المؤمنين وعسول حتى صرنا فيما وصلنا إليه فبدأ بعضهم يدعو على بعض بالسوء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار يقولوا دوك لأئمة دي الكفر ولأئمة دي الفسق ولأئمة دي الشرك ولأئمة دي الإلحاد هما السبب هما المؤثرين هما لك تعدم الكلمة والخطباء هؤلاء قال يا ربي زدهم ضعفا للعذاب هما السبب يدعو عليهم بالسوء والعياد بالله فيقول ربنا وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار كيف يحتوي على بعض الناس يقولوا ناس ربما معهم قيمة في الحياة الدنيا أنهم أشرار أنهم خبتاء يخصون يكونوا في النار فيطلعون فلا يجدونهم فيجدون أنهم صاروا من أهل جنة كانوا في الأرض مستضعفين وكانوا يسبونهم بأنهم كهنة وصحراء وتجار الدين ومخلوضين وأكلين أموال نسب الباطل يسبونهم وينشون فكر متحلف فكر فكر ردي فكر عفى عنه الزمن يضلونهم أنهم سيكون من أهل النار فلم يجدونهم قالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدوهم من الأشرار أتخذناهم سخرية كانوا كيسخروا منهم سخرية ولعبت أمزاقت عنهم الأبصار ملقيناهم شدروا علينا إن ذلك لحق تخاصب أهل النار ربنا يصف لنا أهل النار يتخاصمون فيما بينهم يلوب بعضهم بعضا حتى إن إبليسه فيلوموه ويقولهم لا تلوموني لوموا أنفسكم أنتم لنا أردتم إلى أن يقول ربنا عز وجل ينتقل من هذا المشهد كاميرا القرآن تنتقل من نار جهنم وتعود إلى مكة المكرمة حيث مجلس النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مشرك قريش وحوله الصحابة المستضعفين فيقول قل إنما أنا منذر يا محمد أنت لست إلا منذر أنت ما عندك السلطان عليهم أنت فقط تنذرهم وما من إله إلا الله الوحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العز الغفار القضية الجوهرية التي يركز عليها الدين الإسلامي هي العقيدة هي الإيمان بالله وحده لا شريك له ودونها فيه تيسير لكن العقيدة هي رسل المال فالنصيحة التي أوصي بها نفسي وأحبتي جميعا نخافض على العقيدة هي الأساس لعند كلمة لا إله إلا الله فاز ورب الكعبة حتى ولو كان مخطئة في الحديث حتى وإن سرق وإن زن عفى الله عما سلف لكن لا إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار الواحد أما غيره من الشركيات بطلة القهار يعني مهيم على كل شيء رب السماوات والأرض وما بينهما يملك كل شيء نحن لا نملك أي شيء إطلاقا الملك كله لله رب السماوات والأرض وما بينهما كل شيء ملك لله العزيز الغفار انظروا إلى كلمة الرحمة ربنا اسمه العزيز وسمى نفسه الغفار من أجل نحن المدنبين من أجل نحن المخطئين من أجل نحن الغافلين سمى نفسه الغفار كثير المغفرة حتى ولو وقعنا في الزلة حتى ولو أدنبنا حتى ولو أسعنا حتى ولو أكلنا الحرام لكن إذا جئنا إليه نادمين جئنا إليه مستغفرين جئنا إليه منبين فهو اسمه الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم يقول ربنا يا محمد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هذا الذي جئتكم يا كفار قريش نبأ عظيم هذا القرآن لا يخصكم أنتم فقط داخل مكة المكرمة منطقة محدودة هذا النبأ عظيم يخص الإنسانية جمعاء في كل زمان وكل مكان عندكم الضن يا كفار قريش الخطاب موجه إليكم فقط أنتم أقوم صغير لكن الخطاب نبأ سوف يمتد من البلاد العربية إلى بلاد العجم إلى أن يعم القارات الخمس سيكون في العالم العربي والأسيوي والأوروبي والهندي والإفريقي والأمريكي في العالم كله بل وسيشمل الإنس والجن الكل سوف يسمع هذا النبأ قل هو نبأ عظيم لكنكم لا تقدروا عظمته أنتم عنه معرضون إذا أردتم أنتم أنتم الخسرون لكن سوف يأتي أقوم أخرون سوف يقبضون عليه بالقوة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كل هذا الذي ذكرت لكم الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره لا علم له به سيدنا محمد أمي لا يقرأ لا يكتب ما عنده شيخ ما عنده أستاذ ما عنده صحف وإنما هو وحي من السماء ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلا أنماء نذير مبين كل ما في الأمر أنا بشر مثلكم وربنا يعطيني الوحي وأبلغه لكم فمن أراد أن يأخده فليأخده ومن رفضه فاللوم والعتاب على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفكرة الرئيسية أيها الأحباب الكرام من هذا المقطع الذي ذكرناه هو أن ربنا عز وجل يذكرنا بأن طوق النجاة هي كلمة لا إله إلا الله من أراد أن يكون من الفالحين من الناجحين من المستبشرين من المتقين في جنة عدن من الناجحين من النار أن يقول كلمة لا إله إلا الله لهذا كان الصالحون في كل مجلس يقول قولوا لا إله إلا الله قولوا وتفلحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جبل عرفة يوم الحج الأكبر كان يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وكي يقول للناس قولوا بالله عليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ليقع في خطأ ليقع في ميسيان ليقع في دنب ليقع في زلة ليقع في أي مصيبة من المصائب عفى الله عما سلف ربنا اسمه لغفار لكن قولوا لا إله إلا الله سوف تفلحوا لذا كان المغاربة يعقدون مجلس كثيرة ويتغنون بكلمة لا إله إلا الله يقولون بشوق ويقولون بفرح وكأنهم يضربون بالدفوف ويدخلون إلى عتبة الجنة ويقولون لا إله إلا الله تدخل الفرحة والسرور إلى القلوب قولوا جميعا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله